تفقد شعرك ولا تعرف السبب إذن استمع جيدا ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمر نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على إعجاب هناك عدة أسباب لفقدان شعرك أولا الجينات إذا كان والدك أو أجدادك قد فقدوا شعرهم فإنك أكثر عرضة لتجربة تسقط الشعر الإجهاد الجسدي أو العاطفي يمكن أن يؤدي إلى فقدان مؤقت للشعر التغيرات الهرمونية مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل والولادة وسن اليأس يمكن أن تسبب فقدان الشعر عادات غذائية سيئة النظام الغذائي غير المتوازن الفقر بالعناصر الغذائية الأساسية والبروتنات والفيتامينات والمعادن يمكن أن يسهم في فقدان الشعر أصفيفات الشعر الضيقة مثل التجانس الضيق أو الكعك يمكن أن تسبب فقدان الشعر لتجنب فقدان شعرك بالكامل يجب عليك تناول الأطعمة التالية البروتين يتكون الشعر بشكل أساسي من البروتينات لذا تأكد من تضمين مصادر لحوم مشددة مثل لحم الدجاج والسمك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي والأطعمة الغنية بالحديد مثل لحم البقر الخالي من الدهون والسبانخ والعدس وبذور القرع الأطعمة الغنية بالزنك يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحة فروة الرأس مثل الأصداف ولحم البقر والعدس والجوز هي مصادر جيدة للزنك الأطعمة الغنية بالفيتامين يمكنك الحصول على فيتامين D من خلال تعري جلدك لأشعة الشمس بشكل معتدل أو من خلال تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين D مثل الأسماك الدهنية والبايل الأطعمة الغنية بفيتامين يعزز انتاج الفيتامين الذي يرطب فروة الرأس والأطعمة الغنية بفيتامين تشمل الجزر والبطاطة الحلوة والسبانخ والبولوكالي والأطعمة الغنية بفيتامين G يعزز انتاج الكولاجين الذي هو مهم لهيكل الشعر الحمدية مثل البرتقالي والفرولتي والفلفلي والكيوي هي مصادر جيدة لفيتامين G وأنت ما هو المنتج الذي تستخدمه لمحاربة تساقط الشعر قوله لي في التعليق وسأجيبك بما عليك فعله